اه الناس ذوقتي بتخشوا مش مستدقين ان هو مفوش حاجة و مفوش كلام و مفوش الفاظ و مفوش مشاهده اه اه اكتب عليه 16 سنة قال لك بص شفت انا قلت لك اه يا عام 16 سنة ايوش عايزين ندخلوا الولاد عشان الفجر اللي جوه قلت لك يعني 16 سنة عشان فيه مشهد جريمة قتل فمش عايزين حد يشوف عنف اه يعني عنف مش مشاهد تفسر على انها جنسية فعايز اقولك ان فيه ناس كتير جدا زعلانة جدا جدا الفيلم ده ما عارفوش يجيبوا منه غلطة الغادة اه بس حتى التصنيف ده مش بتخاف ان هو ممكن يخلي عائلات تقول لأ طالما فيه تصنيف كده فمش هينفع العائلة تدخل والله بص انا بشوف ان مشهد عنف يعني احنا نشوف افلام اجنابي كتير في عنف وبنشوف حاجات كتيرة جدا وبقى فيه دلوقتي الفيسبوك والناتو يعني حاجات كتير قوي يعني اه شايفا لما يتعمل تصنيف تعمل علشان اه الفاظ مشاهد حاجات لكن هي يعني المشهد او انا شايف المشهد بقى امانة ما كانش يستحمل ان احنا ممكن نقول انه هو يعني لازم بتحطره تصنيف هو المشهد طبعا لانه هو مشهد قتل وقتل بالسكينة والسكينة يعني بتدخل في الجسم لكن التصنيف انت ضده شايفا انه ممكن يظلم الفيلم يعني اوه زلم الفيلم في اول ثلاثة ايام طبعا اه انه الرقابة تضع تصنيفا لممنوع لأقل من 16 سنة اه فالناس خدتها في حتة تانية خالص انه ان هي دي اه الاثارة يعني اه الاثارة طب انت بتقول انا يعني الناس حتى تتهمت الفيلم قبل ما تشوفه طب ليه الناس بتتهم ريادة عبدالغازي بالاثارة مسبقا موالك يمكنها بستفسدو مش اعلم والله انا يعني حاولت كتير ادور على اجابة اوصلها يعني بس مش لاقي اجابة منطقية او او مؤكدة مش منطقية مؤكدة يعني طب مش ده جايز عشان يعني الافلام السينمائية بعض الافلام السينمائية اللي قدمت يعني سواء حينما يصارة دكان شحاتة اه اه رئيس عمر حارب كان في بعض المشاهد اللي فيها جاء انت نفسك قلت يعني اكيد في مشاهد انا عملتها انا فنانة اه مريت بكل المراحل الفنية العادية يعني يعني هو ده التطور الطبيعي لكل الشخصيات اللي في الدنيا احنا بنبتدي صغيرين وحلمنا كبير قوي اه بنحارب اه بنختار الصحة ونختار الغلط اه ببقى شايفة ان ممكن لو لابست ميودة حبقى رهيبة وحبقى بكرة الصبح مرفة امين واش عارفة مين اه وفيه ناس بتيجي تقنيع نبدأ وفيه ابتدي اتطور شوية فلاقي لأة ان التمثيل اهم من ده وابتدي اتطور شوية اعمل موازنة ما بين الاتنين وبعدين ابتدي انضج فنيا فتخلى عن اشياء ما بقتش محتاجاها دلوقتي محتاجا حاجة تانية او نقلة تانية اه فانا شايف ان هو ده التطور الطبيعي لأي شخصية فنية ما فيش حاجة اسمها اصلهية بتاعت اغراء سلسة مايو اصل مش عارفها ايه لا احنا كلنا بنمر بمراحل زي بالزبط المراحل العمرية العادية من غير ما حد يشتغل في الفن حلق وانت عندك 12 سنة زي وانت عندك 17 في المراقة زي عندك حاجة و20 لا طبعا حتى الاختيارات بتختلف بس انا دلوقتي مثلا حد مسل يقولي غادة تقدر تطلع دلوقتي ما قاب في فيلم وتدبيس سمعين وبتاع قوله ما اقدرش دلوقتي تقولي لا ايوة خلاص فيه فيه موانع كتير جدا حتى قبل ما هي فنية شخصية وصلت لها بعد كتير بعد الخبرة وبعد ما تخبطت وبعد ما فشلت وبعدين نجحت وبعدين وقعت وبعدين وقفت وبعدين ده ده الشيء الطبيعي بتاع ربنا اه يعني شوفي انت عند لحظة معينة بتوصل لده بس ده محتاج محتاج ليه ليه تقولي وصلت لده بعد خبطات وبعد وبعد مشاكل ايه اللي يخليك تتحفظي ما البعض حيقولك انه طالما انه بيخدم احيانا بعض صناع العمل الفني بيقولك لا المشاهد دي كان المبدع عيوسي الشاهين يقول كده هقولك هبقاليها دلوقتي اللي يعملها سنا ومقاما غيري يعني مقدرش اقول مثلا لبنتها عندها مثلا لسه بتطلع جديدة عندها عشرين واحد وعشرين سنة انها بتعملش المشاهد دي لأ سنها يسمح لها بده انها تعمل ده لكن انا كغادة عبدالراز دلوقتي لما كانت ولا سني يسمح لي انها عمل ده طب كويس بس ما حدش بيقول ده كويس ان عندك الشجاعة في انك لا الشجاعة دي حقيقة لا يعني دايما ما فيش حد يقول لا سني يسمح لي ولا الفنانة دايما تتسادة لا سني يسمح لي ولا مكانتي ولا المكان اللي بتواجد فيه دلوقتي بنتي وأحفادي وجوزها وأهلي ده ما يسمح ليش بس مش معناه ان ما فيش ناس تعملوا لأ